ما قامت به إسرائيل في غزة من تدمير شامل للمباني والبنى التحتية والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة هو غير مسبوق ويتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لذلك ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة وما تقوم به في الضفة الغربية ألحق بنا ضررا كبيرا وضررا بالغا ونحن غير قادرين حتى في الضفة الغربية غير قادرين ماليا على إعادة إعمار وترميم وإعادة بناء ما ضمرته التوغلات والعدوانات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية حتى نتحدث عن قطاع غزة لابد أن تتوقف هذه الحرب بشكل فوري وعاجل ومستدام وأن يتم عقد مؤتمر دولي لغاثة قطاع غزة والشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي لعادة إعمار ما ضمرته إسرائيل من خلال حروبها وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وثالثا أيضا عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل لأرض دولة فلسطين وأيضا يفضي إلى قامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وطنية كاملة وكما تتابعون المستوطنون في إسرائيل يمارسون أبشع الممارسات ضد الشعب الفلسطيني مصادرة أراضي بناء مستوطنات استعمارية عليها الاعتداء على المواطنين على المزارعين حرق المزارع ردم الآبار مصادرة الممتلكات منع المزارعين وأصحاب المواشي من رعي مواشيهم حتى في إراضيهم هناك تغول غير مسبوق للمستوطنين هناك تسليح للمستوطنين هناك أمامر للمستوطنين بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وكل ذلك كل هذه الجرائم وهذا الإرهاب الذي يمارسونه المستوطنين على الشعب الفلسطيني كل ذلك يتم تحت رعاية ومشاهدة وحماية من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لذلك نحن نطالب بتدخل دولي عاجل ونطالب بحماية دولية لشعبنا الفلسطيني من هذا العدوان ومن هذا البطش الإسرائيلي المستمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر